قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العشر الأواخر من رمضان هذه العشر المباركة التي حثن النبي صلى الله عليه وسلم على مزيد من الاجتهاد في الطاعة فيها هذه العشر المباركة التي كانت إذا دخلت أحيى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر دلالة على الاجتهاد في الطاعة والعبادة هذه العشر التي كان يعتكفها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويتحرى فيها ليلة القدر وأمرنا بتحري هذه الليلة المباركة فيها وخاصة في لياليها المترية وتحديدا في ليلة السابع والعشرين تسأله السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر؟ ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني فاللهم بلغنا ليلة القدر وإنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا فيها يا رب العالمي أيها الأحبة الكرام في هذه العشر الأواخر من لم يبادر إلى إخراج صدقة الفطر منذ بداية رمضان فليبادر إلى إخراجها الآن حتى تصل إلى المحتاجين ويستفيدوا منها قبل دخول يوم العيد صدقة الفطر هي مقدار من المال يخرجه رب الأسرة عن جميع أفراد أسرته سواء زوجته أو أبنائه أو كل من يعيله وينفق عليه ويستحب أيضا حتى أن يخرجها عن الحمل الجنين الذي في بطن أمه يسأل البعض هل نخرج صدقة الفطر مالا أو طعاما؟ هذا الخلاف الذي يتكرر كل عام نقول أن إخراجها مالا في هذا الزمان هو الأصلح والأنسب لحاجة المتصدقين والمتصدق عليهم ومقدارها هنا في أمريكا في حدود الخمسة عشر دولارا عن كل فرد ولكن لا مانع من الزيادة على ذلك لمن بسط الله في رزقه ووسع عليه نسأل الله أن يبسط لنا من خيراته وأن يوسع علينا وعليكم في الدنيا والآخرة ويجوز لك أن ترسل هذا المبلغ إلى من يحتاجه في بلد آخر إذا ترتب على ذلك مصلحة كأن ترسله إلى أقاربك أو إلى من هم أشد حاجة من المسلمين في البلدان الأخرى ومع اقتراب العيد إن شاء الله رب العالمين سيكون لنا بإذن الله خاطرة قادمة نتكلم فيها عن أحكام العيد وآدابه وكيفية صلاته بإذن الله تعالى